إذن مشاهدين الكرام كنا نتابع مع حضراتكم المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة إلى ذلك استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حيث طلع الرئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كما واجه رئيس السيسي في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الانتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفة الدولة في التنمية الشاملة استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة البنك المركزي حسن عبدالله حيث طلع الرئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كما وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الانتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفة الدولة في التنمية الشاملة ترجمة نانسي قنقر